خلال الكم ساعة اللي فات وقعلن رئيس الامريكي دونالد ترامب عن تشكيل حكومته الجديدة وبما ان قرارات الحكومة دي مش بس هتأثر على امريكا لكن كمان هتأثر على كل دول العالم فالكل بدأ يسأل عن اختيارات ترامب انت اخترت مين وزير دفاع اخترت مين وزير خارجية اخترت مين مدير مخابرات اخترت مين مابعوس للشرق الاوسط مين اللي هتبعته ليتكلم معايا وهنا ظهرت ثلاث مفاجأات اول مفاجأة كانت في السيدة اللي اختارها لتولي منصب مديرات الاستخبارات وده ليه؟ لانها معروفة بصداقتها وتأييدها للرئيس السوري بشار الاسد اما المفاجأة التانية كانت اختياره للسفير الامريكي في اسرائيل طيب ايه المفاجأة في كده؟ المفاجأة ان الراجل اللي اختاره للمنصب ده لا يؤمن بحاجة اسمها فلسطين ولا الضفة الغربية ولا اقطاع غزة لدرجة انه لما بيتكلم عنهم بينطق اسميهم باللغة العبرية بالبلد كده واحد من اشد المؤيدين لعبادة الفلسطينيين وتاردهم من دولة اسرائيل بشكل نهائي اما المفاجأة التالتة كانت في اختياره للسيدة اللي هتتولى منصب السفيرة الامريكية في الامم المتحدة وده ليه؟ لان السيدة دي بالذات معروفة عنها معاداتها للامم المتحدة واتهمها لها اكتر من مرة بمعادات السمية فدي اصلا واحدة عندها حالة عداء مع الامم المتحدة تقوم تختارها سفيرة الامريكا في الامم المتحدة الاهم والاخطر من كل دول بقى كان وزير الخارجية الامريكي الجديد وده ليه؟ لان ترامب ورغم من وعد المسلمين اللي ايدو في الانتخابات بينهاء حرب غزة اللي انه اختار وزير خارجية متطرف وزير الخارجية اللي اختاره واللي اسمه ماركو روبيو مؤمن بعقيدة واحدة وهي ان الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب في الشرق الاوسط هي التخلص من الفلسطينيين وان الطريقة الوحيدة للحفاظ على النفوذ الامريكي هي التخلص من النظام الايراني الارهابي وزير خارجية امريكا الجديد بيعتبر ان النظام الايراني نظام ارهابي هو مصنفه كده فلك انت تخيل ان هو ده نفس الشخص اللي المفروض هيقعد يتفاوض مع الفلسطينيين والنظام الايراني انت هتقعد تتفاوض مع واحد انت عارف ومتأكد انه عايز يتخلص منك طيب تخلص مفاجأة ترامب هنا الاجابة طبعا لا وسط كل الاختيارات اللي حدرك ممكن تشوفها بتدعم دولة اسرائيل دي ترامب خلى الاسرائيليين فرحانين باختياراته وهوب ام جايبلهم واحد متهم بمعادات السامية ومعينه في منصب وزير العدل الامريكي حركة تقولي طيب وإيه اللي زعل دولة اسرائيل في كده يعني وزير العدل ده بيحكم جوه امريكا مش برا امريكا فاسرائيل مالها ومال الداخل الامريكي اقولك ان اللي هيتجنن هو اللوب اليهودي اللي عايش في امريكا انت جايب واحد ضد مصالح اليهود ومعينه في منصب وزير العدل يعني الراجل ده هو اللي هيفصل في كل القضايا اللي تخص اللوب اليهودي ورجال الاعمال اليهود الموجودين في امريكا هنا اللوب اليهودي عمل ايه؟ هدت ترامب بانه لو مغيرش وزير العدل هو بنفسه اللي هيكبر مجلس الشيوخ الامريكي علشان يلغي قرار ترامب ويجيب وزير عدل مؤيد لمصالح اليهود وهنا قامت الخناءة لكن قبل ما احكي لك تفاصيل الخناءة خلينا الاول نسأل لأسئلة المهمة ايه علاقة مديرة الاستخبارات الامريكية بالرئيس السوري بشار الاسد وازاي ترامب كسر وعوده المسلمين بانهاء حرب غزة بعد ما اختار وزير خارجية وسافير لإسرائيل كلهم متطرفين ضد الفلسطينيين ونظام الايراني وليه رغم اختيارات الموالية لإسرائيل دي راح اختار وزير عدل ضد مصالح اليهود في امريكا والسؤال الاهم من كل اللي فات ليه ورغم ان ترامب اختار وزير خارجية ومبعوث للشرق الاوسط ومدير المخابرات الا ان يساب دول كلهم واختار ايلون ماسك تحديدا علشان هو اللي يتفاوض مع ايران اقول لك الله ينور عليك ايه دي لسئلة المهمة تعال بقى نجاوب عليها اللي حضرتك شايفه ده يبقى ماركو روبيو اللي اختاروا ترامب علشان يدينه منصب وزير الخارجية الراجل ده كان عضو في مجلس شيخ الامريكي عن ولاية فلوريدا لكن الاهم من كده انهم بيعتبروه واحد من السؤور يعني ايه واحد من السؤور ومين هم السؤور اصلا السؤور هم المتشددين تجاه ايران والصين والمؤيدين المتطرفين لاسرائيل اي حاجة تصبه مصلحة اسرائيل هم معاه واي حاجة ضد مصلحة الصين وايران برضو هم معاه من اهم مواقف الراجل ده في حرب غزة هجومه الشديد على جو بايدن واتهمه بالتأصيل في الدفاع عن اسرائيل قدام حركة حماس لك ان تتخنى جو بايدن ده كان بيحرك القسطول الامريكي وحملات الطائرات الامريكية وقطع الجسر الجوي عن اوكرانيا علشان يحاوله لاسرائيل ويقدم لها كل السوريخ اللي احتاجتها ده غير الدعم المالي المنفصل واللي تجاوز 23 مليار دولار في اقل من سنة وبالرغم من كل ده وزير الخارجية اللي اختاروا ترامب واللي المفروض هينهي حرب غزة كان شايف ان جو بايدن مأثر في حماية اسرائيل ودعمها في مواجهة حماس قمال الراجل ده هينهي حرب غزة ازاي؟ اقول لك خد الاتقل الراجل ده وحتى قبل ما يبقى وزير خارجية بعت رسالة تهديد لوزير الخارجية عن توني بلينكين قاله فيها ان لازم سياستك كوزير خارجية تبقى مبنية على عقيدة واحدة وهي ان اليهود هم السكان الاصليين لفلسطين فلسطين هي الوطن التاريخي لليهود مش الفلسطينيين وبنان عليه اي اتفاق او صفقة لانهاء الحرب لازم تكون بتصب في مصلحة اليهود مش الفلسطينيين اهو الراجل اللي كتب الرسالة دي بقى هو اللي ترامب اختاره علشان يكون وزير خارجية امريكا حضرتك تقول لي ما الهياني حرب غزة ازاي ده كده هيولعها اكتر اقول لك اجاوبك عالسؤال ده كمان شوية تعال الاول احكي لك تفاصيل باقي ترشحات ترامب علشان بس تعرف مين اللي هيحكم امريكا وازاي قراراتهم هتأثر علينا وعلى باقي دول العالم ييجي بعد كده الاختيار التاني قاله وهو بيت هيكسس اللي ترامب اختاره علشان يكون وزير دفاع هو الراجل اللي حترك شاف في الصورة ده ترامب باختياره للراجل ده ارتكب ثلاث اخطاء او عمل ثلاث مشاكل في الجيش الامريكي اولها انه اختار واحد ما عندوش الخبرة العسكرية الكافية علشان يعينه في منصب وزير الدفاع صحيح كان زابط في الحرس الوطني وحارف في العراق وافغانستان وخدم في معتقل جوانتنامو المعروف بتعذيبه للمعتقرين المسلمين لكن برضو الجيش الامريكي في جنرالات اكتر خبرة منه بكتير يستحق بيكونوا مكانو اما الخطأ التاني اللي ارتكبه ترامب انه اختار واحد سيئ السمع علشان يوليه منصب وزير الدفاع حضرتك تقولي سيئ السمع ليه اقولك ان الراجل ده كان ولازال من اشد المدافعين عن الزباط والجنود اللي ارتكبوا جرائم حرب في العراق وافغانستان وغيرها من الدول اللي امريكا خدت فيها حروب وده ليه لانه كان بيترقس مجموعة المحاربين وقدمها في امريكا وبالتالي كان مسؤول عن كل المحاربين ومشاكلهم حضرتك تقولي حتى المتهمين بجرائم حرب اقولك هنا بتظهر اجندته الراجل ده متعصب جدا وما يعرفش حاجة اسمها جرائم حرب هو شايف ان الجند الامريكي مهما ارتكب من جرائم حرب فهو بيرتكبها للحفاظ على الامن القومي الامريكي العرب والمسلمين بالنسباله شوية ارقام يموت الف يموت مليون مش مهم المهم ان احنا نميك امريكا جريت اجين فسيد المواطن الراجل ده بالعقلية دي والاجندة المتطرفة دي هو اللي بقى وزير الدفاع اه نسيت اقولك الراجل ده عضو في مجموعة متشددة اسمها متحدون ضد ايران النووية وكان من اشد المؤيدين لاغتيال قسم سليماني القائد السابق للحرس ثوري الايراني ومن اشد المؤيدين والدعيمين لاسرائيل فحربها ضد البرنامج النووي الايراني الراجل ده شايف ان امريكا لازم توفر لاسرائيل الدعم الكافي اللي يمكنها من ضرب المفاعلات النووية الايرانية باي شكل وباي تمن الراجل ده هو اللي ترامب اختاره علشان يكون وزير الدفاع الامريكي الراجل المتحكم في كل كبيرة وصغيرة داخل الجيش الامريكي بقدر عسكرية تتجاوز مليون وثلتمائة الف جندي في الخدمة ومعهم مليون وربعمائة الف جندي في الحرس الوطني وتحت ايده ميزانية تقترب من التريليون دولار طيب اللي بعده ستيف ويتكوف واللي اختاره ترامب علشان يكون مبعوثه الخاص للشرق الاوسط سيد المواطن لو حدرك ما تعرفش فالمفروض وفقه للاعراف الدولية ان مبعوث الشرق الاوسط ده يكون صاحب خلفية دبلوماسية يعني راجل جاي من الخرجال الامريكية الا ان مع ستيف ويتكوف فالموضوع مختلف الرجل ده بيشتغل ايه؟ مطور عقاري عارف عشان طلعت مصطفى عندنا كده؟ اهو زي وكده رجل اعمال بيشتغل في العقارات طول حياته بيشتغل في العقارات وما يعرفش غيرها ويوم ما حاب يشتغل حاجة تانية جنب العقارات رح يشتغل رئيس مجلس اماناء مركز جون اف كندي للفنون المسرحية طيب ايه علاقته بالخرجال الامريكية؟ ولا اي حاج ايه علاقته بالعلاقات الدولية او الدبلوماسية؟ برضو ولا اي حاج اما الان اللي زققه على منصب مهم زي المبعوث الامريكي للشرق الاوسط في وقت اصلا الشرق الاوسط بيتحرق هو ده وقته لكن انت بدل ما تجيب لي واحد متخصص وفاهم هو رايح فين ولا هيعمل ايه؟ بدل ما تجيب لي واحد يتعامل مع حرب دايرة وما حدش عارف يطفيها تقوم تروح تجيب مطور عقاري تقعده مع الحرس الثوري الايراني وقادة حماس ومديرين اجهزة المقابرات في مصر وقطر اكيد فيه سبب تاني خلى ترامب يعينه في المنصب ده اقولك الله ينور عليك فيه سبب تاني الراجل ده مش بس مجرد مطور عقاري في امريكا ده واحد من اتقى الرجال الاعمالي اليهود في السوق الامريكي حضرتك تقول لي بيشتغل مع اليهود يعني اقولك هو نفسه يهودي ومش بس كده ده من اشد المؤيدين لاسرائيل والدعينين لها في حرب غزة يا كيف اقولك انه هو اللي تولى مهمة حجد مجتمع رجال الاعمالي الامريكان لتأييد ترامب في حملته الرئاسية ضد كاملة هاريس حضرتك تقول لي ترامب بيردوله الجميل يعني اقولك مش بالزبط وخلينا احكي لك مين كان مبعوث ترامب للشرق الاوسط في الفترة الرئاسية الاولى جاريت كوشنر جوز بنت ترامب مش كده طيب هل جاريت كوشنر كان ليه اي علاقة بالخارجية الامريكية او العمل الدبلوماسي بشكل عام الاجابة لأ هو كمان كان مطور عقار يهودي ايه ده يعني جوز بنت ترامب كان يهودي اقولك بالزبط كده ترامب مناسب اليهود لكن مش ده اللي يهمنا دلوقتي اللي يهمنا ان الناس دي بتاعت عقارات فليه ترامب اختارهم في منصب حساس زي ما بعوث الشرق الاوسط اقولك لانهم شطر في التجارة سيد المواطن هو من اللي نجح في اتمام صفقة التطبيع بين الامارات والبحرين واسرائيل هو جاريت كوشنر وبالتالي ترامب قدر يستغل شطرته في عالم البزنس علشان يعقد صفقة التطبيع بين اسرائيل ودول الخليج ترامب ما يهموش العمل الدبلوماسي في حاجة ترامب رجل بتاع صفقات والصفقات عايزة تجار عايزة رجال اعمال وبنان عليه تم اغتيار ستيف ويتكوف علشان يكمل مسيرة جاريت كوشنر في اتمام الصفقات اللي ترامب عايزي خلاصها في الشرق الاوسط بس اهم صفة لازم تتوفر في اغتيار ترامب بجانب صفة التجارة والقدر على انجاز الصفقات هي ان الشخص اللي هيتولى تنفيذ المهمة يكون يهودي علشان اسرائيل تضمن ولاقه جاريت كوشنر كان يهودي ويدر فعلا انه يخدم اسرائيل على اكمل وجه خلال فترة ولاية ترامب الاولى ومن بعده ستيف ويتكوف اللي هو مش بس كمان يهودي لكن كمان اثبت ولااءه وكفاعته من قبل حتى ما يتولى المنصب وده بعد ما قدر انه يحشد رجال الاعمال الامريكيين علشان ينجحوا ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية يعني رجل احنا عارفينه ومجربينه ووثقين في قدرته على انجاز اي صفقة احنا عايزينها صفقة القرن بقى صفقة التطبيع مع السعودية صفقة البرنامج الناو الايراني صفقة احتلال نهر اللي طاني اي صفقة احنا عايزينها هو هيعملها طيب ده ما بقص الشرق الاوسط اللي بعده تيجي من بعده واحدة اسمها اليزي ستيفانيك مين دي يا فندم دي هتبقى سافرة امريكا في الامم متحدة سيد المواطن فاكر المظاهرات اللي خرجت في الجامعات الامريكية بمجرد ما حرب غزة بدأت حلو فاكر بقى رؤوساء الجامعات الامريكية اللي تعرضوا للاستجواب لمجرد انهم سمحوا بالمظاهرات دي عارف مين اللي كانت بتستجوب رؤوساء الجامعات لمجرد انهم سمحوا بمظاهرات مؤيدة لفلسطين اه هي الست دي اليزي ستيفانيك واحدة من اهم المؤيدين لاسرائيل والمؤيدين لدونالد ترامب وبما انها هتبقى موجودة في الامم متحدة فغالبا هتكون هي خط الدفاع الاول ضد اي اتهمات او قرارات ممكن تتوجه للجيش الاسرائيلي يعني اسرائيل كده بقالها اتنين صفراء في الامم متحدة السفير الاسرائيلي ومعه السفيرة الامريكية اللي بتدين بالولاء والدعم لاسرائيل طيب اللي بعده مايكل والتز مستشار الامن القامل والرئيس الامريكي الراجل ده كان عضو في الكونجرس الامريكي عن ولاية فلوريدا خلال فترة عامله كعضو في الكونجرس ساهم في تشريع اغلب العقوبات اللي اتفرضت على ايران ومن بعد ايران هاجم الرئيس الامريكي جو بايدن بسبب مطالبته الاسرائيل بوقف اطلاق النار حتى ولو كان الهدف منه هو اطلاق صراح الاسرائيليين امال عايز ايه يا عاما مايكل قالك القضاء بالكامل على حركة حماس نخلص على حماس وبعدين بقى نتكلم عن تحرير الاسرة ووقف اطلاق النار طب والمدنيين اللي بيموتوا يا عاما مايكل نخلص على حماس الاول وبعدين بقى ندور على المدنيين ده فكره ودي عقدته سيد المواطن لو حرك ما تعرفش فمايكل والتس ده كان عقيد في القوات الخاصة التبع لسلاح المشاهل الامريكي متخصص في صناعة المتفجرات وحرب العصابات وكان اول زابط في القوات الخاصة الامريكية يفوز بعضوية الكونجرس الامريكي لكن كل ده تمام عادي اللي مش تمام ولا عادي ان الرجل ده كان مشارك في اقتحام الكونجرس اللي نفزه انصار ترامب علشان يلغو نتيجة انتخابات الرئاسة اللي فاز بيها جو بايدن بالبلد كده واحد من اهم المؤيدين لاسرائيل والمؤيدين لحققه في الدفاع عن نفسها الراجل ده بقى هيبقى مستشار الامن القوم الامريكي طيب اللي بعده جون راتكليف مدير المخابرات الامريكية CIA يميني متطرف بعنف وبجانب تأييده الصريح والمطلق لاسرائيل فهو واحد من اشد المعارضين للنفوذ الصيني في تصريح من تصريحاته قال ان المعلومات الاستخباراتية واضحة الصين بتحاول تسيطر على الولايات المتحدة الامريكية عسكريا وتقنيا واقتصاديا ومهمتنا قال لها نسمح لها بذلك فالرجل ده جاي مخصوص علشان الصين مش شايف حده قدامه غير الصين طيب علشان تواجه الصين او غيرها من الدول لازم تعمل ايه؟ لازم تقص لها جنحتها توقع لها حلفاءها اللي بيضمنوا لها مواردها مين اهم حليف للصين في منطقتنا؟ ايران الله ينور عليك فده عضو جديد في حكومة ترامب جاي وبصص على ايران وكل اللي بيفكر فيه انه ازاي يدمرها او على الاقل يكتفها طيب اللي بعده مايك هكابي السفير الامريكي في تل قبيل سيد المواطن خلينا اقول لك ان الراجل ده حكاية لوحده من بين تصريحاته قال لك ايه؟ قال لك انا مش عارف ازاي ممكن تكون بتقيد اسرائيل وانت بتقيد جو بايدن جو بايدن ده هو قط الرئيس امريكي قدم تنازلات ضد دولة اسرائيل وبسبب تنازلاته دي حركة حماس لسه موجودة لحد النهاردة تخيلوا الراجل ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن جو بايدن اللي قدم كل الدعم العسكري والمادي لسرائيل فحربها ضد اقتاع غزة لأ وخد التفصيلة دي الرائل ده ترشح سنة 2015 لرئاسة الحزب الجمهوري اللي بينتميله ترامب قال لك بقى ايه خلال ترشحه؟ قال لك ان برنامج الانتخابي هيعتمد بشكل كامل على ضم اراضي الضفة الغربية لدولة اسرائيل وياريتو قال الضفة الغربية كده باسمها العربي ده قال يهودة والسامرة اللي هي الاسامة العبرية للضفة الغربية زي ما قلتلك متطرف جدا مش مؤمن بحاجة اسمها فلسطين ولا حاجة اسمها عرب من اكتر المعارضين لفكرة حل الدولتين يقولك دولتين ايه؟ هي دولة واحدة اسمها اسرائيل جبتوا منين دولة فلسطين دي؟ ما نعرفش حد بالاسم ده بيرفض حتى استخدام مصطلح مستوطنات يقولك مستوطنات ايه؟ اسمها مجتمعات او احياء او مدن مفيش حاجة اسمها مستوطنات لان مفيش حاجة اسمها احتلال او هو الراجل ده بقى اللي اختاروا ترامب علشان يبقى سفير امريكا في تل قبيب يعني الراجل ده هو اللي هيتولى التنسيق بين امريكا واسرائيل غالبا كده اسرائيل كل طلباتها هتكون مجابة كده يفضل مين؟ صديقة بشار الاسد تولتسي جبارد مديرة الاستخبارات الوطنية الامريكية حضرتك تقولي احنا اتكلمنا عن المخابرات الامريكية وقلنا ان هيترقاسها جون رات كليب مين تورسي جبارد وايه هي الاستخبارات الوطنية دي؟ اقولك ان المخابرات الامريكية CIA حاجة والاستخبارات الوطنية حاجة تانية وخلينا اشرح لك المخابرات الامريكية CIA اللي كلنا اعرفها ورعب العالم يمين وشمال وفوق وتحت اللي اسمها الواحده بتتهزله شنبات ما هي الا جهاز استخبارات صغير من بين 18 جهاز استخبارات بيشكلوا كلهم حاجة اسمها مجتمع الاستخبارات الامريكي مجتمع الاستخبارات الامريكي ده اسمه وكالة الاستخبارات الوطنية يعني الاستخبارات الوطنية هي اللي بتترقص المخابرات الامريكية CIA تمام كده؟ طيب هي ايه باية اجهزة المخابرات الامريكية اللي بتشكل مجتمع الاستخبارات في امريكا؟ رقم واحد مكتب الاستخبارات البحرية مكتب خفر السواحل مخابرات خفر السواحل مكتب الاستخبارات والبحوث وكالة المخابرات الامريكية CIA مكتب القوات الجوية رقم 16 وكالة الامن القومي خدمة الامن المركزي مكتب الاستطلاع الوطني وكالة استخبارات الدفاع الاستخبارات العسكرية مكتب المخابرات والمخابرات المضادة استخبارات المشاه البحرية الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية مكتب الاستخبارات والتحليل اتبع لوزارة الخزانة مكتب الاستخبارات والتحليل اتبع لوزارة الامن الداخلي قسم الاستخبارات مكتب استخبارات الامن القومي ومركز استخبارات الفضاء الوطني كل اجهزة المخابرات دي بتشكل بينها وبين بعض مجتمع الاستخبارات الامريكي اللي بيطلق عليه اسم الاستخبارات الوطنية مين بقى اللي بتدير الاستخبارات الوطنية الامريكية؟ واحدة اسمها تولسي جابارد تولسي جابارد صحيح مواطنة امريكية لكنها بتعتنق الديانة الهندوسية خدمت قبل كده في العراق والكويت ورغم انها عضوة سابقة في الحزب الديمقراطي المنافسة لترامب الا ان ترامب اختارها لرئاسة الاستخبارات الوطنية رغم انتماءها للحزب الديمقراطي سنة 2020 قررت انها تترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي كله وقتها قالت انها لو نجحت اول حاجة هتعملها انها تسحب الجيش الامريكي من اي تدخلات عسكرية موجودة في الشرق الاوسط امال ايه علاقتها بالرئيس السوري بشار الاسد سنة 2017 سفرت سوريا ضمن مهمة لتقص الحقائق في الوقت ده سوريا كانت بتخضع العقوبات امريكية جديدة جدا لكن ورغم العقوبات الا ان بشار الاسد استقبل تولسي جابارد وتكلم معاه بعد مقابلتها البشار الاسد عملت لقاء مع شبكة سيني ان الامريكية ولما سألوها عن رأيها في بشار الاسد ردت وقالت انك مهما اختلفت مع بشار الاسد وسياساته الا انه يظل الرئيس الشرعي لسوريا وبناءا عليه لازم اي حد بيدور على السلام في الشرق الاوسط يتكلم معاه ويفوضه علشان يوصل معاه لاتفاق السلام قابل للتطبيق ولما سألوها في نهاية اللقاء عن رأيها في بشار الاسد كمجرم حرب ردت وقالت ان بشار الاسد عمره ما كان مجرم حرب لكن ورغم موقفها الايجابة من بشار الاسد الا انها تظل واحدة من اهم المؤيدين الاسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها لدرجة انها وفت ضد المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الجماعات الامريكية ووصفت كل المتظاهرين بانهم مجرد لعب اطفال في ايد حركة ارهابية اللي هي حركة حماس هنا حد من حضراتكم يقول امال فين ايلون ماسك المفروض ان ترامب اختاره علشان يكون جزء من الحكومة الامريكية ده عمل وزارة لوحده اقولك ان ايلون ماسك هيتولي حاجة اسمها لجنة الكفاءة حضرتك تقولي تقصد وزارة الكفاءة اقولك لا لجنة الكفاءة وخلينا اشرح لك خلال الحامل الانتخابية لدونالد ترامب عمل لقاء على موقع اكس مع ايلون ماسك خلال اللقاء ده ايلون ماسك اقترح عليه انه يعمل وزارة جديدة اسمها وزارة الكفاءة تكون مهمتها مراقبة اداء الموظفين والتخلص من الروتين الحكومي هنا دونالد ترامب عمل ايه وافق على اقتراح ايلون ماسك علشان ما يزعلوش لكن بدل ما يعمل لوزارة راح عمل لجنة او هيئة استشارية وده ليه ليه ما عملش وزارة للكفاءة الحكومية لان الوزارة هيبقالها صلاحيات وقدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه لكن اللجنة او الهيئة الاستشارية بتقدم بس مقترحات للبيت الابيض ولو وافق عليها تتعرض علي الكونجرس علشان يناقشها ويوافق عليها او يرفضها بالبلد كده تقدر تقول ان ترامب صحيح مزعلش ايلون ماسك وعملو اللي هو عايزه لكن في نفس الوقت حجمه حرموا من الصلاحيات والنفوز طيب هي اللجنة دي هتعمل ايه اللجنة دي هتركز في شغلها على الحاجات اللي ايلون ماسك بيفهم فيه اللي هي ايه برضو خفض الانفاق الحكومي اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية تقليص عدد الموظفين الحكوميين وتبسيط قواعد العمل والارتقاء بكفاءة الموظفين حضرتك تقول لي يعني كده ترامب بركن ايلون ماسك على جنب اقولك الاجابة لا لان ورغم المنصب الاداري الروتيني ده الا ان دور ايلون ماسك كان اكبر من كده بكتير لان العالم كله تفاجئ من يومين بايلون ماسك قاعد مع سفير ايران في الامم المتحدة خير يا عم ايه علاقة ايلون ماسك بالشرق الاوسط وبايران دي وظيفة المبعوث الامريكي للشرق الاوسط وظيفة وزير الخارجية الامريكي ايه علاقة ايلون ماسك بالموضوع فاتضح ان ترامب اختار ايلون ماسك علشان هو اللي يهدي حالة التوتر اللي بينه بين ايران بالبلد كده كان باعته الايران علشان يعرف طلباتها ويبلغها بشروط ترامب ايه هي طلبات ايران وايه هي شروط ترامب ترامب عايز حاجتين اول حاجة ان ايران تهدى ترامب مش عايز حروب تاني حاجة ان ايران تأجل برنامجها الناوي طيب وده برضو مقابل ايه ايران طلبت من ايلون ماسك الغاء او تقليل العقوبات الاقتصادية ومعاها طلبت بالابقاء على حزب الله حتى ولو كان المقابل ان الحرب اللي بينه بين اسرائيل تنتيه يعني يفضل حزب سياسي بيسيطر على لبنان حتى ولو كان التمن هو توقف العمليات العسكرية اللي بينه بين اسرائيل وسيد المواطن لو حضرك خدت بالك هتلاقي ان وجود ايلون ماسك بالنسبة لترامب لا غنى عنه ترامب محتاجه وده ليه علشان يبقى هو قناة الاتصال الخلفية اللي بينه بين كل الاطراف اللي هتلاقي صعوبة في التفاوض مع الناس اللي اختارها ترامب بسبب خلفياتهم المتعصبة والمؤيدة لاسرائيل بالبلد كده ترامب اختار حكومته بالشكل اللي يرضي بها اسرائيل واليهود بسبب دعمهم ليه في الانتخابات لكن على ارض الواقع بقى ترامب عارف ان الناس دي لو قعدت مع ايران ممكن يدوروا الضربة في بعض وبنان عليه ظهرت اهمية ايلون ماسك بالنسبة لترامب لانه هيكون المبعوث الحقيقي لترامب في كل المفاوضات الصعبة اللي هيتجنب فيها الصدام ايران مش طيقة وزير الخارجية الجديد ابعت لهم ايلون ماسك مصر مش طيقة ما بعوث الشرق الاوسط الجديد ابعت لهم ايلون ماسك سافيرة الامم المتحدة عاملة مشاكل مع صفراء باقي الدول ابعت لهم ايلون ماسك طيب هنا يظل السؤال المهم هي الحروب مكملة ولا ترامب هينهيها اقولك ان ترامب من خلال معرفتنا بيه من الفترة الرئاسية الاولى رجل مش بتاع حروب لكن برضه ده مش معنى انه ملاك ما هو الشيخ جامع ولا اسيس في كنيسة امال هيعمل ايه ترامب هيعمل كل حاجة من تحت ترابيزة المفاوضات حركتولي انت توصد على ترابيزة المفاوضات اقولك لا من تحت ترابيزة المفاوضات وخلينا ادي لك مثال هو ترامب لما حاب ينقل السفراء الامريكية للقدس ويعلن للقدس عاصمة ابداية لاسرائيل عمل ايه ضرب طلقة ولا حرك دبابة ولا طاية طيارة ولا اي حاجة صباح الخير السفراء الامريكية تنقلت للقدس طب واللي مش عاجبه اشرب من البحر صباح الخير الامارات والبحرين طبعه مع اسرائيل صباح الخير كوريا الشمالية اتصلحت مع كوريا الجنوبية صباح الخير الجيش الروسي بطل يضرب في اوكرانيا ترامب عمل كل ده با الصفقات مش بالحروب الدول وبестоيب ايه من ترامب بمقابل ده محادش يعرف علشان كده بقولك من تحت الترابيزة وبمجرد ما ماشي وتولى من بعد Jebo Biden كوريا الشمالية رجعت تدور الدرب في كوريا الجنوبية روسيا رجعت تدور الدرب في اوكرانيا إسرائيل رجع تدور الدربة في حماس إيران رجع تدور الدربة في إسرائيل والحرب والعادة في السودان كوكب قليل الأدب محدش عارف يلمه لكن كل ده المفروض انه هيخلص بمجرد ما ترامب يتولى الحكم ويقعد الناس دي كلها على تربيزة مفاوضات واحدة حضرتك تقول لي هيراضي الكل يعني؟ هقولك لأ هيراضي نفسه على حساب الكل حضرتك تقول لي مش فاه هشرح لك جو بايدن كان بيستخدم الحروب علشان ينفذ اللي هو عايزه إنما ترامب في المقابل ملوش في الحروب ترامب بيستخدم العقوبات الاقتصادية علشان برضو ينفذ اللي هو عايزه يفضل يعصر فيك بالعقوبات لحد ما تقول أنا آسف أنا مش هعمل كده تاني حضرتك تقول لي قلقتيني هنستسلم يعني العقوبات ترامب؟ أقولك الإجابة طبعا لا لكن في دول هتستسلم وده ليه؟ لأن الحل إنك تمتلك الملفات اللي تقدر تفاوضوا بيها انت عايز إيه؟ أنا عايز كزا تقول له لا والله مش هينفع كزا لكن ممكن أديك كزا أنا مش موافق على كزا لكن ممكن أسهل لك كزا وبالتالي اللي هيعدي في مرحلة ترامب هو اللي بيمتلك أوراق أكتر من غيره هو اللي بيمتلك القدرة على إدارة ملفات المنطقة أكتر من غيره هو اللي لسه لحد دلوقتي قادر يوقف على رجله وما توردش في أي حرب من الحروب الدايرة زي غيره وهي دي ميزة ترامب ترامب بأخره معروف هاتو خد أيا كان اللي هتاخده وأيا كان اللي هتديه المهم إنك تمتلك اللي يساعدك على التفاوض لذلك إسرائيل بمجرد ما ترامب نجح زودت من ضغطها على جنوب لابنان واقطع غزة وزودت من ضم الأراضي في الضفة الغربية وده ليه؟ علشان لما ترامب يقول خلاص هنتفاوض تبقى سيطرت على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية حتى في أوكرانيا ترامب بمجرد ما نجح روسيا زودت من تقدمها في الأراضي الأوكرانية في اتجاه العاصمة كيف وده ليه؟ علشان لما ترامب يقول لك خلاص تعالونة فاوض تكون سيطرت على أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكرانية وده نعكس بشكل واضح على الجيش الأوكراني نفسه أوكرانيا النهاردة بتقول لك إيه؟ إحنا محتاجين ضمانات من روسيا علشان ننهي الحرب ولما الصحافة سألت الجيش الأوكرانيا عن الأراضي اللي روسيا احتلتها ردت أوكرانيا وقالت إن الأراضي تجي في المرتبة التانية بعد الضمانات الروسية يعني أوكرانيا ما بتدورش دلوقتي غير على وقف إطلاق النار اضمنوا لإن روسيا توقف إطلاق النار وأنا مش عايز حاجة نبقى نتكلم في أي حاجة تانية بعدين وده درس مهم جدا لكل دول العالم بإنك ما تسمحش لحد يسخنك ويستخدمك في ضرب ناس تانية لتحقيق مصالح ناس تالتة الرئيس الأوكراني دحكوا عليه وفهموه إنه هينضم الحلف النيتو لو ساعدهم في حربهم ضد روسيا النهاردة أكتر من 30% من مساحة أوكرانيا محتلة وسكانها تهجروا وكل اللي بيدور عليه دلوقتي هو وقف إطلاق النار مع ضمانات روسية بواقف تقدم الجيش الروسي ناحية العاصمة الأوكرانية كيف أوكرانيا ضاعت وغزة ضاعت والضفة الغربية ضاعت والسودان ضاعت ولبنان ضاعت كل الدول اللي وفقت يتم استخدامها لتحقيق مصالح ناس تانية كلها ضاعت وهيجي ترامبا بكرة ولا بعده يقولك شكرا إن كده ثابت يبقى الوضع كما هو عليه ما حدش يتحرك من مكانه وهنا يفضل السؤال لحضرتك ما هو تقييمك لحكومة ترامب تفتكر حكومة بالتطرف ده وبالتأييد المطلق ده لإسرائيل ممكن ترجع للفلسطينيين حقوقهم ولا هيجي ترامب يقولك ثابت يبقى الوضع كما هو عليه ترجمة نانسي قنقر